أم في خبر عمالي هزهز الأوساط الرياضية في مصر بقاله يومين واعد يقول لي أصدق أن منتخب مصر تحت سن 20 سنة اتغلب على أرضه من منتخب السنغال 4 صف وطلع من البطولة اللي هو بينظمها هقولك لا واعد يقول لي إذا مالك اتغلب من الترجي في تونس 2 صفر في بطول الدور الأبطال هقولك غلط برضه هتقول لي طب يمكن أصدق أن الأهل اتعادل مع سان داونز الجنوب الأفريقي في القاهرة ومعرفش يغلبه هقولك أبسولوتلي نو 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 طيب أم الإيه هقولك خير الله خير اللهم اجعله خير رئيس نادي الزمالك دخل السجن لمدة شهر ليه هقولك علشان شتم رئيس النادي الأهل وكان يا شيع بين الناس في القرية حدانة عندنا يعني إن رئيس نادي الزمالك ده مسنود محدش يقدر يسجنه فلما تسجن اتهزهزت النظرية دي لدرجة إن مبارح واحد بيقول له واحد بتخاني معاه هو أنت عارف أنا مين قال له هتكون مين يعني ده مين 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 اتسجن يعني المستشار مرتضى منصور اتسجن طب خلال إذا كان مستشار مرتضى منصور اتسجن يبقى أنت مين يعني الموضوع كان شاغل الرأي العام في الجزئية دي ناس قولك هو مين اللي سند الراجل ده هو الراجل ده عمال يشتم في ناس كلها كده ليه ويشتم ده ويقول يعني مدخ يعني مش معقول يعني إحنا كمجتمع مصري أصحي ممكن نشتم بعض اتنين عنيق له ويشتموا بعض اتنين بيهزروا مع بعض إنما يطلع كده في وسط بتاعه ويمسك المايكروفون ويشتم الناس ويشتم أحيانا ناس قبار يعني أو على الأقل مش قسم يشتم يهنهم يعني بطريقة يخبط مرة في وزير ويخبط مرة في حد يعني إيه عم فيه إيه ومن هنا لم يكن مني أنا بصفتي مومنبو إلا إني حطيت سؤال على الفيسبوك بوك وسألت كمان أصدقائي المتوترين على تويتر قلت لهم حطيتك ده الصورة يعني إنه هو بيتسجن قلت لهم ده كويس ولا وحش يعني أنا ما أبدتش لأنا موافق ولا معطر ده ده حاجة كويس ولا حاجة وحش وعشان ما تعيبش حضراتكم معايا وعدة أستعرضكم الكلام كله أنا أقول لكم فيه خمس أنواع من ردود الأفعال على سجن هذا الرجل فيه ناس خدت الموضوع سياسة ومبسوطة وفيه ناس خدت الموضوع سياسة وزعلانة وفيه ناس خدتوا قانون يعني لاتجاه الأول بتوع الناس المبسوطة قالوا علشان تعرفوا إن الرئيس السيسي ما عنديهش فواتير لحد ليه؟ لإن مين 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 واحد من اللي عادة يخرج ويؤيد الرئيس ويدافع عن الدولة ويهاجم الخوانة يعني 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 بيعتبر نفسه يعني رئيس تحرير الإعلام المصري ضد القوى المعادية للدولة المصرية فالناس قالت لك بعض الناس يعني دخلت على الفيسبوك بوك عندي وردت قالت لك وهو أدي لما غلطت السجن عادي يعني يعني كل البشر بغض النظر عن موقفهم من الرئيس السيسي أو موقفهم من الدولة يخضعونه لقانون الدولة ده النوع الأول من الرئيس الأفعال النوع الثاني الناس اللي واخدوا الموضوع السياسة بس إزعلانة قالت لك لا 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 القصة كلها إنها العصفورة بتلهينة عن الفراخ يعني يعني إيه قالت لك كده قالك دي نظرية بص العصفورة بهدف تشتيت وإلهاء الرأي العام المصري عن أزمة ارتفاع الأسعار وتعديدا ارتفاع أسعار الفراخ احنا بقلنا كده في مصر فترة عملينا إيش موضوع الفراخ والسرعة الأفراخ والفراخ بيزيد والعاف مش عارف العلف بيزيد المهم حضراتكم إيه وصلنا النقطة في النهاية إنه الناس قالت لك لا ده في حد بقولنا بص العصفورة عشان يلهينا عن الأسعار والمشاكل الكتير اللي احنا فيها ده سالسا في ناس واخد الموضوع من منظور العدالة والقانون والقضاء وكلام ذا كده يعني هو غلط في حق الناس واتبلغ عنه وصادت ضده حكمين حكم فيهما يعني طعن هما في الحكمين الطعن اترفض فيه الاتنين وخد حكم شهر وبينفزه وخد حكم سنة مع إقاف التنفيذ علشان سنة فوق عشان سنه آسف فوق السبعين وده غير الغرامة اللي دفعها يبقى القانون بيطبق على الجميع بعدل ومسواة ده كلام محترم في وجهة النظر الرابعة بتقولك لا يعني إليه بقى ناس خدت الموضوع على إنه انتقام السماء لأمهات الناس اللي تشتموا بالأم وبدون وجه حق وكلام زي كده وجهة النظر الخامسة بتقولك لا هو ما فيش فايدة هو الموضوع بمطالب بساطة هو اتسجن قبل كده وطلع شتمن برضو يعني عادي جدا فشوية كده هيريح له شعر في السجن ويطلع يشتمنا تاني وكلام زي كده لكن الحقيقة فيه تلات أسئلة هل سيعود رئيس يعني هل سيعود المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك بعد ما يطلع اتنين هل يحق له الترشح في أي انتخابات أخرى قادمة سواء في مجلس النواب أو انتخابات الأندية بعد ما يطلع تلات حاجة هو في حد عايزه يطلع أصلا ده السؤال التالي يعني في حد عايزه يطلع في المؤلاء يعني خلاص كده احنا ايه ارتاحنا الله أنا وجد نظري أن قطار القانون أقوى من أي شخص وينبغي أن يكون كده حتى لو تأخر قليلا لكن غيابه هيكون مدعا للفضل وأتمنى على سيد المستشار المرتضى منصور أن يكتفي بهذا القدر من الهريشن والهبديشن والرغيشن ووجع الدمغيشن ويقضي ما تبقى من عمره في صمت ربنا دي له الصحة وطلع عمر بجد يعني بس صلاص الصمت فضيلة في كثير من الأحيان إلا مع الله يعني اتكلم ربنا وادعو يعني ادعوه للمغفرة سبحانه وتعالى وإحنا والله كمصريين يعني قلبنا طيب بعد شوية كده هننسى كل وجع الدماغ اللي حضرتك سببته للبشر ده كله لكن إحنا بجد والله لازمالك محتاجك ولا مصر محتاجك ولا أي حاجة تعايز منك أي حاجة خليك مع الله واسيبك مننا إحنا أولاد ستة إحنا ما نستحققش أنت رجل عظيم يعني إحنا ما نستحقق ما نستحقق أمهاتنا ولا بينا يعني ركز مع ربنا هو أولى يعني مع الله هذا أفضل كثيرا لك ولنا الله والله أعلم